مرحبا معكم أحمد المشابكة السورية في غلاسكو درسنا اليوم هو الدرس الثامن من سلسلة روس Life in the UK Test الموقع هو Life in the UK Test web.co.uk والأقزام هو الأقزام رقم 8 السؤال الأول World War II started as a result of Germany invading which country أن الحرب العالمية الثانية بدأت بسبب أن ألمانيا احتلت أو اشتاحت أي دولة من الدول التالية حكينا أنه بسنة 1939 طأيت براس هتلار وقال خليني يحتل العالم كلياته وبلش بإجتياح بولونيا بولند أي زهرة العلاقة بسكتلندا طبعا نحن حكينا أنه أربع دول أنه أربع شعارات أنه أربع أعلام وأنه أربع زهور وحتى الشامروك هي العلاقة بنورثن آيلان الروز أو الوردة العلاقة بإنجلترا الدافوديل أو النرجسة العلاقة بويلز وثيستل هي وردة سكتلندا بوليس كمبلينت can only be made by writing to the chief constable of the police force involved أنه الشكوى على البوليس حصرا لما بيقولوا حصرا يتم can only be made أنك تساوية عن طريق الكتابة الـ chief constable أو المفوض أو الشرطي المسؤول عن البوليس المسؤول عن الوحدة الشرطية اللي تدخلت أو أنت بدك تعمل الشكوى عليها لا في أنك أنت تروح تعمل شكوى عن طريق مفوضية مستقلة ما لا علاقة بكل البوليس فورس فهذا مو الطريق الوحيد للشكوى حكيناها بالمرة الماضية which of the following is responsibility of the home secretary أو home secretary اللي هي وزارة الداخلية نبزن شو هي المسؤولية which of the following أي من التالي هي مسؤولية خاصة فيهم الإلكانومي لكرايم الإدوكيشن والدفنس home secretary وزارة الداخلية هن المسؤولين عن شي هلأ الدفاع هي وزارة للخارج مع العلاقة الكرايم أو الجرائم هي مسؤولية وزارة الداخلية مثل هون مثل الشرطة وزارة الداخلية للشرطة when is st david's day celebrated st david's هو القديس تبع مين st david's هو القديس تبع ساني شوي st george يلي هو قديس انجلترا st andrew يلي هو قديس سكوتلندا st patrick يلي هو قديس ناظن آلد st david يلي هو قديس قديس st david's wales ففي الون توريخ خلينا نشوف توريخ القديسين انا بظن هو first of march انا توقع هو first of march بس خلينا نحفظ كليات ثاني بس نشوف تمام هدول هنين first of march هو st david st david 17 of march st patrick لنوردن آيلاند 23 ايبرول لانجلند 13 نوفمبر st andrews day لسكوتلندا 13 نوفمبر انا بحفظهم بالترتيب انو بيجي باول شهر ثلاثة بنص شهر ثلاثة باخر شهر اربعة وباخر شهر ادعش وانيس w n e s يلي هي ويلز نوردن آيلاند انجلند اند سكوتلند وانيس جايين بالترتيب 1 17 29 30 فلما شفت هون انو st david هو تبع ويلز فهو كان التاريخ الاول بين هدول طبعا طبعا مو ضروري اني ممكن يجيبو لكم واحد شباط فهذا لا ما له تاريخ بس لتذكرون اول آدار نص آدار 23 ابريل اللي هو نهاية ابريل ومو 17 ابريل اللي هو بنهاية 30 نوفمبر الشهر 11 what happened to marie queen of scots after she spent 20 years in prison كمان حكينا حكينا عن تاريخ الملكة اليزابيت كانت ماري ملكة السكوتلنديين موجودة بسكوتلندا وكانت خايفة فزلها من العرشة لابنة وراح تهربت عند بنت عمتها اللي كانت الملكة اليزابيت بانجلترا وخافت وبدا كان تلتجه وتطلب منها العون للأسف الملكة اليزابيت فكرتها انها جاية تاخد من العرش خلتها بعشرين سنة محبوسة بالحبس وبعد منها تم اعدامها بتهمة التواطئ ضد الملكة اليزابيت كمان حكينا بواحد من الفيديوهات السابقة حكينا عن النشيد الملكي وتمنى انه ترجع له we shall never surrender انه نحن نستسلم ابدا لأ ليست موجودة من النشيد الوطني god save our gracious queen send her victorious the darling's buds of may لا ما العلاقة هدول اتنين كانوا جزء من النشيد الوطني منها ترجع وتقروا كليات لانه ممكن يجيكم اي قسم منه يسألكم عنه northern island and scotland have their own bank notes which are valid everywhere in the uk ايرلندا الشمالية وسكوتلندا عندهم البانك نوت تبعاتهم اي نعم صحيح اللي هي العملات النقدية الخاصة المتحدة theoretically صحيح هذا الكلام true how many national parks are there in England Wales and Scotland يعني بريطانيا كم في national park او محمية طبيعية في 15 هذا الرقم لازم نحفظه حفظ بصم مثل عدد الهيئة المحلفين بسكوتلندا 15 حديقة وطنية northern island part of great britain هل ايرلندا الشمالية جزء من بريطانيا العظمى والسؤال اللي اخذ العلم يعني السؤال مرأ علينا سابقا ونحن نعرف انو ايرلندا الشمالية هي جزء من جزيرة ايرلندا بين مسكوتلندا وويلز وانجلترا لحالهم بشكل جزيرة تسمى بريطانيا العظمى فنوردن island ما لا جزء من هاي الجزيرة if you are a dog owner إذا عندك كلب which two things should your dog's color have when you go out for a walk شو هنن الشغلتين الموجودين owner's name اسم صاحب هذا الكلب the owner's address وعنوانه في حال ضاع الكلب انو مقدروا يتواصلوا مع الشخص صاحب هذا الكلب what day relates to the death of jesus christ شو هو اليوم اللي توفى فيه السيد المسيح هو اسمه good friday والجمعة العظيمة كمان حكينا سابقا who's the heir to the throne of england من وريث throne of england اللي هو عرش انجلترا حاليا الملكة اليزابيت هي الملكة الوريث تبعها هو prince charles prince charles اسمه prince of edinburgh او امير 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 ادنبرا اه ااسف امير ويلز ااسف امير ويلز امير ويلز ااسف امير ويلز هذا خطأ بالنهاية ويلز اقرب لانجلترا من سكوتلندا what was achieved with carta magna carta magna خلينا نشوف شو هي carta magna carta magna هي كان اتفاء انه اي شخص بالعصور الوسطى البرلمان لما بلش يتشكل حاليا بوجود الملك كان متشكل من الاشخاص اللي عندهم اهمية وكان موجود ايضا بالبرلمان الاشخاص اللي كانوا يقودوا الكنيسة فما كان في اي حد لصلاحية الملك بانجلترا انا ذاك لسنة الـ 2115 ووقتا اجا الملك جون وتم اجباره عن طريق النبلة انه هو يوافع على عدة شروط ووقتا صار في شارتر او مثل اتفاقية اسمه magna carta وحكيناها شرحناها سابقا يلي هي انه حتى الملك يخضع للقانون او في عليه شوية التزامات بالقانون وهي بتحمي الحقوق تبعا النبلة وبتحط سلطة الملك من انه هو يطلب تاكسز يلي هي ضرائب او انه يغير القانون واذا كان بده يعمل اي قرار فهو لازم ياخد برأي انه بلاء فهو شو عمل انه حد من سلطة الملك خمس لانه خمس فهو مانت خمس او خمس او خمس او خمس او 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 دول الأفريقية وإذا كان في شخص هوم معه جنسية مشتركة ما بين دولة أفريقية ودولة دولة بريطانية وجاء ولد أو فتاة وراح أخدها مشان يعملها ختان هذا يعتبر تشويه في ميل جنت الميتيليشن اللي هو تشويه لأعضاء التناسلية للمرأة ويعتبر جريمة بالقانون البريطاني It's a criminal offense للأسف أنا مشتغل مترجمة على ال NHS شفت حالات عم ترجم إلها للأسف يعني التشويه كان واصل كتير لدرجة كتير كبيرة لدرجة المرأة ما عم تحس بأي شيء على الإطلاق فهو ممارسة بكتير دول مغلوطة وهو يعتبر جريمة قانونية في بريطانيا What here were women given the right to vote بأي سنة تم منح النساء حق التصويت حكيناها كتير ومنرد من عيدها بسنة 1918 بسبب جهودهم تقديرهم الجهودهم بسبب نهاية الحربة العالمية الأولى وتم منحهم حق التصويت بعمر الرجل بسنة 1928 لاحظوا ما جابوا لكم 28 هون هنهم بس بدهم بشكل عام تم منح النساء حق التصويت سنة 1918 كان أعمار النساء المسموح لهم التصويت فوق 30 سنة Which two of the following are British overseas territories أو مناطق تابعة لبريطانيا من أي تنتين من هدول سانت هلينا جزر هلينا وفوكلاند آيلانز كمان حكيناهم بجميع الدروس السابقة Who did the English defeat in 1588 مين غلبوا الإنجليز بسنة الخمسمية وثمانة وتمانين طبعا آنذاك آنذاك بسنة الخمسمية وثمانة وتمانين كانوا الرومانز كانوا أبكر بكتير يعني الرومانز أجوا ما قبل الميلاد واحتلوها بعدين بعد كم بحوالي 40 سنة بعد الميلاد وضلوا فيها حوالي 4 قرون النورمانديين اشتاحوها بعد الرومان وبعدين السكسونيين اللي هنن حاربوا ضد النورمانديين بس Spanish Armada بنهايات القرن الخامس عشر كمان حكيناها Spanish Armada يلي هنن الأسطول البحري الإسباني Who designed the Sinatov السينatov كمان حكينا عنه شو هو يلي هو مثل ضريح لشهداء الحرب موجود بإنجلترا بلندن بقرب لندن آي بيعرفوا الأشخاص الساكنين هناك بس اللي عم يسألوا إنه مين هو اللي صمم السينatov السينatov طبعا هو العلاقة بالRemembering Day اللي هو نهاية الحرب العالمية الأولى 11-11 اللي صمممو سر ادوان لتنز سر ادوان لتنز ادوان لتنز ادوان لتنز اللي صمممو سر ادوان لتنز سر ادوان لتنز كال قديش بيتم انتخاب أعضاء البرلمان الويلزي طبعا في شي اسمه سكوتش برلمان يلي هو جزء من الحكومة السكوتلندية بويلز اسمه الويلش اسمي وبظن هنن كمان كل خمسة سنوات كل خمسة سنوات كل خمسة سنوات كل خمسة سنوات عدد أعضاءه هنن ستين ممبر ويتم انتخابهن كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع خلينا شوية نروح عليهم لنراجعون هنه هي المعلومات ويلش اسمبلي كلمة اسمبلي هي الوجودة هون طبعا هاي الحكومات طبعا الادارات الذاتية ديفولت مد منستريشنز يلي هي الادارات الذاتية من سنة الالف وتسعمية سبعة وتسعين تم اعطاء بعض الصلاحيات من الحكومة المركزية الى حكومات موجودة بويلز وبسكوتلندا وبنوردن آيلاند مشان الناس يقدروا انه هنن يتحكموا بالشغلات الخاصة فيهم مباشرة مثل الصحة والتعليم سموا الادارة الذاتية بويلز سموا الويلش اسمبلي وتجمع الويلزي وبسكوتلندا سموا البرلمان سكوتلندي وتم اعطاءه الصلاحية بسن تسعة وتسعين وايضا في شيء اسمه نوردن آيلاند اسمبلي اللي هو تجمع ايرلندا الشمالية وتم ايقاف تجمع ايرلندا الشمالية اللي عدة سنوات بسبب عدة حوادث بينما ضلت القوانين اللي العلاقة بالدفاع بالفورين افيرز مسائل العلاقات الخارجية الهجرة والتاكس بايد الحكومة المركزية هلا قديش عضو الأعضاء الويلش اسمبلي ستين ممبر ستين عضو وإلهم كتير شغلات مثل التعليم والصحة والسوشال سيرفيس والإيكونوميك ومن سنة 2011 صار بيقدر الناشونال اسمبلي بويلز يعمل قوانين بدون الرجوع للحكومة المركزية والبناء طبعه فتح بسنة 2006 بالنسبة البرلمان سكوتلندي تم تشكيله بسنة 1999 ومقره بإيدنبرا اللي هي عاصمة سكوتلندا عدد عضو 129 ممبر وتم انتخابهم بالشكل بالاقتراع النظامي وبيقدر انه يعمل قوانين العلاقة كمان الهيلث والإدوكيشن والسيفل واللو أيضا الكريمينال لو نوردن آيلند اسمبلي تم تشكيله بسنة 22 بالبرلمان كان من شكل 22 وبعدين لما تم تقسيم إيرلندا تم إلغاءه بسنة 72 يعني بلشت المشاكل بين إيرلندا الشمالية والجنوبية بسنة 1969 وتم إلغاء البرلمان الإيرلندي بسنة 72 بينما التجمع نوردن آيلند تم مساواته بعد اتفاقية بيلفاست أو بسموها اتفاقية الجمعة العظيمة بسنة 98 وهي عبارة عن اتفاقية بتوافق على توزيع السلطات الوزارية بين الأحزاب الموجودة هناك الأسمبلي أو هذا التجمع في 108 أشخاص ويسمون MLAS تجمع القانوني أو تجمع القانوني ويتم انتخابهم وأيضاً يعني تم تجمع القانوني تجمع القانوني هلأ شوفوا أن الحكومة المركزية بالمملكة المتحدة عندها قوة لإيقاف كل التجمعات أو الإدارات الذاتية واستخدمت هذه السلطة الحكومة المركزية لإيقاف نوردن آيلاند عندما لقوا الأحزاب الموجودة بإيرلندا الشمالية ما اتفقوا مع بعض السلطة المركزية بلندن حلت لهم هذه الأحزاب أو محلتهم أو وقفت العمل فيهم ردوا رجعوا سمحوا له بالعمل في سنة 2007 ولحد هلأ عمل بنجاح تجمع نوردن آيلاند تجمع نوردن آيلاند اسمه ستور مونت فهو كل أربع سنين يتم انتخابه During which period did the Beatles became popular and social laws were liberalized طبعا هاي بيسموه أو الستينيات المتأرجحة وهي الفترة اللي لمع فيها نجم فرقة البيتل والجوائز وجون لينن وشلتو وصوشال لوزة أو القانون الاجتماعية وويد لبرا الصرفية حرية نوعا ما في سنة 1960 سنة 1960 The man Booker Prize is awarded a which of the following categories الشخص يلي اسمه Booker Prize is awarded تمنحه الجوائز which of the following categories categories خلينا نقوقل اسمه الشخص هو عبارة عن كاتب كاتب لروايات الخيال العلمي وهو موجود بالكتابة Literature literature اسمه بكر لا تعزبوا حالكن اسمه بكر من بك يعني كتاب literature يلي هي الأدب What sort of election takes place when a member of parliament dies or resigns لما شخص منتخب عضو من أعضاء البرلمان بيتوفى أو بيستقيل فشو بصير آنذاك بصير شيء اسمه buy election أو انتخابات يعادة انتخابات أو انتخابات صغيرة بس لحتى يحطوا في شخص محله What's the Turner Prize What is the Turner Prize جائزة تيرنر خلينا بس نقوقلها هو جوسيف تيرنر كان من أحد الفنانين البريطانيين المعروفين وكان يرسم بشكل جميل وتم جائزة باسمه اسمه Turner Prize وتم تشكيله بسنة الأربعة وثمانين لحتى يحتفلوا فيها بالفن فهي Contemporary Art Award يلي هي جائزة فنية وبهذا الشيء نكون خلصنا درس اليوم ترجمة نانسي قنقر